ينضم إلينا الآن من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي إذن أحمد يبدو أن السودان يعول على هذا المؤتمر كثيرا خصوصا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جدا يعيشها السودان فإلى أي درجة يأمل السودان من وراء هذا المؤتمر ياسر السودان يضع آمانا عراضا على هذا المؤتمر باعتباره واحدة من الفرص المهمة جدا للحكومة الانتقالية للإيفاء بعدد من الاستحقاقات الأهمة جدا للعبور بالمرحلة الانتقالية خصوصا أن السودان منذ الإطاحة بنظام البشير يمر بأزمة اقتصادية هي طبعا موروثة من النظام السابق بالإضافة إلى أزمات حديثة في عهد الحكومة الحالية السودان يؤمل أولا في تأمين حوالي 500 مليون دولار من المانحين تعهدات دولية للالتزام بالبرنامج الذي ذشنه قبل أيام وهو برنامج التحويل النقدي المباشر للأسر الفقيرة بالإضافة إلى عدد من الأشياء التي هي في أجندة هذا المؤتمر منها ديون السودان وتخفيف عبء الديون محاولات أيضا لإيجاد مشاريع استثمارية تسد عجز الموازنة الذي كان يبلغ حوالي 8 مليار دولار بالإضافة إلى أيضا إيجاد مشاريع استثمارية تدير على السودان دخلا وتعبر به من خلال المرحلة الحالية رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوق بالأمس غرد أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت حساس ومهم جدا وهو واحد من الفرص المهمة جدا للسودان والسودانيين للعبور من هذه المرحلة بأقل الخسائر أيضا نعم أحمد يعني لأن الوضع صعب فعلا في السودان وهناك تعويل كبير على هذا المؤتمر لكن من خلال استخدام مصلاحات كثيرة حول ما أثير حول هذا المؤتمر أن هناك أمال أن يقدم المؤتمر كذا وأن الحكومة السودانية تعقد أمالا لكن بشكل واقعي هل هناك ضمانات للحكومة السودانية من وراء هذا المؤتمر أم أنه كل يدور في دائرة الأمال والطموحات ياسر وزير المالية مثلا تحدث بالأمس عن لغة الأرقام في أن السودان ما الذي يريد من خلال هذا المؤتمر السودان ربما تحصل على تعهدات دولية سابقة بدعمه الاتحاد الأوروبي غرد أيضا على صفحته بحثة الاتحاد الأوروبي هنا في السودان غردت بقول ترجمة نانسي قنقر